بدوره أكد السفير الصيني بالقاهرة أن مصر ستصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية وذلك بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي مصر سات اثنين مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز بشكل كبير من عملية تطوير صناعة الفضاء في مصر اليوم نشأت تسليم النموذجين قمر الصناعي مصر سات اثنين إلى مصر الصديق ولعلى هذا الانجاز الكبير هو من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصلها رئيسين البلدان رئيس الصيني شوجي مهن ورئيس مصر عبد الفده السيسي وتعد القيادة الاستراتيجية ورعاية الشخصية من قبل رئيسين البلدان نحن حققت هذا الانجاز كبير وهذا البرنامج يمثل على مفارقة لتعاون الصناعي خاصة في مجال الفضاء أولا إن مصر هي أول دولة تسلم الصناعي لها مشروع التعاون حول قمر الصناعي في خارج الصين ثانيا مصر هي أول دولة تتعاون الصناعي معها لكمال التشغيل التجريب الواسع نداق لقمر الصناعي في خارج الصين ثالثا الصين استخدمت المنشآت معنية لتدريب الكفاءات المصرية كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل التصميم واختبار والتجميع والتقييم القمر الصناعي هذه نقطة مهمة جدا جدا لأن مصر ستكون لها قدرة مستقلة لاستخدام هذا القمر الصناعي النقطة الأخيرة أن مصر سوف تصبح أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكميل واختبار الأقمار الصناعي بعد اكتمال هذا المشروع